أن أذى الجار من كبائر الذنوب فإنه لا ينفى الإيمان إلا في كبيرة من كبائر الذنوب فإن من علامات الكبائر نفي الإيمان وهذا فيه أن نفي الإيمان لا يكون إلا على المغلظ من المعاصي والسيئات ولكن ينبغي أن يعلم أن هذا النفي لا يخرج الإنسان عن الإسلام ولا يستتاب صاحبه بمعنى أنه يطلب توبة ورجوع الإسلام إنما هي من المعاصي التي تكفر بالتوبة وبأداء الحقوق إلى أهلها